اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة السيدة باربرا ليف إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات حوار المنامى 2024 والذي يتناول موضوعات وقضايا استراتيجية عدة من بينها التفاعل بين الأمن العالمي وأمن الشرق الأوسط واتجاهات التعاون الاستراتيجي الإقليمي وأشاد معالي الوزير بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات الأمنية المشتركة وتناول معالي وزير الداخلية خلال اللقاء المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية في إطار من الشراكة المجتمعية البناء بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة كما تم التطرق إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الهوية البحرينية في ضوء الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية بالإضافة إلى جملة المبادرات التي يتم تنفيذها تحت بظلة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة مؤكدا معاليه على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتحصين المجتمع من آثار الصراعات التي يشهدها العالم من خلال طرح البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الهوية وتأصيل مبادئها وقيمها الأساسية وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر